برحب بحضراتكم من جديد ونواصل حوارنا مع الكابتن إبراهيم سعيد وقبل الفصل كان بيتكلم اه تكلمنا عن سلبيات اللي موجودة ودي أراء الشارع المصري ونقلناها لحضراتكم مهم جدا بنعرض نعمل ايه؟ او الرشدة اللي نشوف منتخب بيقدي أداء كويس ادوار المدربين انت ابتديت قلت لي بداية الإصلاح الترتيبة لازم تبقى صحة كابتن دي بداية حتى عشان اللعيبة بعندها سيكة حتى في الجهاز الفني ايه كمان شغل بقى ده شغل مدرب ما انا مش معقول هعدل عليها وهقوله تعمل ايه يعني انا يعني حتى انا لاحظت النهاردة حتى في التحركات بتاعت اللعيبة التحركات بتاعتهم غلط حتى في الجزء الهكومي خلاني نتكلم ان برضه عشان عايز برضه شيد بكم لاعب كده انا برضه من يعني احمد فتوح احمد فتوح ممكن انا في وقت من الوقات كلمت عليه وقلت انه بيحمكش عشان الكلمة دي وفي بالك النهاردة في الفترة الاخيرة احمد فتوح ابتدى يهتم اكتر ابتدى يركز اكتر وايجابي اكتر هو ده لعب الكورة اللي هو انت بتطور من نفسه في الفترة الاخيرة ماشي كويس بقى حتى ليه تقل في الجزء في الباكليفت بقى يشتغل عليها كويس رؤيته للملعب كويسة جدا بقى ليه دور ايجابي بقى يلعب السهل انا بحترم اللعيب اللي بيتطور من نفسه بيشوف الأخطاء بتاعته بيتعلم منه وبيتطور من نفسه هو في الفترة الاخيرة فتوح اتمنى الاستمرار ابتدى يركز اكتر ابتدى رؤيته للملعب افضل عشان كده هو ظاهر في الفترة الاخيرة بشكل مميز اكرم توفيه طبعا ما شاء الله يعني عاملت شغل كويس جدا في الفترة الاخيرة ابتدى يكتسب الخبرات فاضله بس الجزء الهجومي يشتغل عليه اكتر هيبقى افضل من كده بكتير اما كاداء مميز طبعا علامة استفان بقى على مروان حمدي يعني مروان حمدي هنقول مثلا كان فيه رهبة في بداية مشاركته مع المنتخب لان انت اداء المنتخب مختلف عن ان انت تلعب مع الانداء ايه توجده ايه الدور بتاع اللي هو بيقديه ازاي النهاردة انت برضو بتلعب محمد شريف مع طب ليه ما مبتديش محمد شريف ويخلي زيزو اللي ماشي بشكل كواسي ما عرفش يعني بسرعة انه الطبيعي النهاردة انت بتعتمد على زيزو زيزو بيلعب في الناحية اليومنا دي افضل من محمد شريف استعين بمحمد شريف ان هو مهاجم صريح اما ان انت بتلعب هو ساعات برضو بيلعب بطريقة كده انت ما تعرفلوش هل هو بيزويننا مثلا او يعني عايز يباين فكرة فبيحاول يخترع مواده اخترعات لان انت برضو بتلعب في بطولة متشافة عليها عين بشكل كبير جدا لان ده هو المستوى اللي هنقدر نقيمه على كاس امم افريقية والمباراة الاخيرة اللي هي هتلعب اي ان كان بها هتلعب ضد منتخب مين للتصفية لكاس عالم لتوصل لكاس عالم عارف بس يا برما انا اسف على المقاطعة بس في نقطة فنية مهمة جدا يعني مثلا ايه عارف يقولك ايه ترس العمل يعني ايه ترس العمل يعني مثلا فيه اداء كويس فيه تحركات كويسة بيجي بيجي العيب يدخل على المجموعة يجي يدخل جوه ترس فيطبق نفس اللي انت شغال عليه النهاردة ماديت احمد رفعت وديت المجموعة للعبة مهند لاشين وعمر كمان عبي واحد بقى المجموعة كلها ما هو مش داخل على ترس متنظم فبتظلمه هعرف ازاي هو لعب دولي ولا لا وما اضفوش يعني حتى التغييرات اللي عملها ما فيش اضافة لها برضو عايز اتكلم برضو على مصطفى فتحي مصطفى فتحي للأسف اللعب المنتخب مختلف عن اللعب الاندية برضو مصطفى فتحي لازم يعرف ان هو بلعب منتخب لعب منتخب مختلف تماما عن اللعب الاندية دوره برضو في الملعب اللي هو التقليدي اللي هو يمسك الكرة يرقص يومباسي او يعمل اوفر فده مش مش افادة يعني مش مفيد للمنتخب مختلف تماما اللعب المنتخب مختلف عن لعب الاندية خانت الدفاع عجبك النهارة؟ الوينش كان كويس النهاردة عمل مباراة كويسة حجازي حجازي بشوفه مع التحاد جدا مختلف عن أداء المنتخب النهاردة حجازي ما كانش مراكز خالص بخلاف الكام كرة اللي هو عملهم اللي هي الطولية والكرة اللي هي تقريباً كان هيحرز بها هدف أما كدفاعين مستعجل بشكل كبير جداً التمركز بتاعه مش كويس مش مميز المفهود حجازي وصل لمرحلة من الخبرات إن خلاص بالنسبة له هو القائد القائد الدفاع النهاردة حجازي معظم بساط وغلط الوقفة بتاعته حتى مش مميز فيها وأنا أقول لك النهاردة إنت لو منتخب لبنان عنده مهاجم مميز كان أحرج منتخب مصر فيه برضو من تاني فيه عنصر بقى مهم جداً وده إنت هتحتاجه لازم طرق حامد النهاردة حامد يفتحي بعد ما تصاب إنت عندك مشكلة في نص الملعب هل طرق حامد مغضوب عليه من المنتخب؟ أنا برضو فيه أسئلة أنا بحب أسئلها هل وصلت المرحلة أن الموضوع بقى شخصي؟ أسئل منتخب مصر؟ أكبر من أي حد لأن أنت في الأول آخر للمصلحة العامة ومصلحة منتخب مصر شئت أو أياً كان خلاف ما بين الجهاز الفني مع طرق حامد أنت محتاج طرق حامد محتاجه ومحتاجه دي حقيقة أنت هون أرض حامد يفتحي تعور مين البديل؟ مهند لاشين؟ معلش ما عندوش الخبرات أنه يقدر يعني اللي هو يعتمد عليه لمنتخب مصر حامد يفتحي عشان يوصل للمرحلة دي وصل لمرحلة من الأداء بتاعه وتطور من الأداء نتيجة مشاركته مع الأهلي في الدوري أو في بطورة أفريقيا مثلا ومع المنتخب عشان كده هو وصل للمستوى ده أنت دلوقتي حامد يفتحي تعور مش هتقدر تعتمد على مهند لاشين لأنه لسه ما وصلش للخبرات الكفاية وده اللي أنا بتكلم فيه اللعب للمنتخب مختلف تماما فنخلينا نبعد عن الخلافات لأن منتخب مصر محتاج فعلا طرق حامد ده حقيقة ده حامد لازم طرق حامد لازم يبقى ليه توجد أيا كان بقى فيه خلاف شخصي مع كيروش وأنا أعتقد أن المداربي اللي أنا جالي ما لهمش خلاف شخصي مع أي لعب لأن مصلحة منتخب مصر وده لازم رؤية من الجهاز الفني يا محمد شاوي طبعا أنا آسف مع الكابتن ضيئة يعني لأن محمد شاوي دلوقتي هو اللي قريب لمن؟ لميستر كيروش لازم محمد شاوي يتكلم أن أنت محتاج فعلا طرق حامد في الفترة اللي جاي متفق معاك بنسبة مليون في المية ده جدول ترتيب المجموعة الأولى المباراة لتلعبة قطر عمان ثلاثة نقاط عمان مركز الثاني النقطة العراق نقطة البحرين بدون نقاط ده ترتيب المجموعة جدول ترتيب المجموعة الثانية تونس الإمارات سوريا مورتانية ده الترتيب تونس ثلاث نقاط الإمارات ثلاث نقاط أول وثاني ترتيب المجموعة الثالثة المغرب الأردن السعودية فلسطين جدول ده المجموعة الرابعة الجزائر مصر لبنان السودان المباراة الجاية مهمة جدا جدا أبراهيم بس خلال نتكلم أن النهاردة منتخب السودان قسر من منتخب الجزائر يعني برضو اخد بالك برضو مش مكياس برضو لأداء المتخب مصر لانك انت برضو منتخب السودان هيلعب برضو هيحاول ان هو يلعب قدامك مباراة مباراة كبيرة ما انت خلاص بقى انت بيت مطمع منتخب مصر بقى مطمع خلا نتكلم ان انت الفترة اللي جاية انت هتقابل اصعب مش ده المستوى منتخب مصر يعني انا واحد من الناس بتفرج على المباراة يعني انت تقريبا ممكن خلال اسبوعين ترجع لو بالشكل ده لانك انت برضو هتعد المرحلة اللي بعدية خلاص ستعتبر ساعات بس انت عندك مباراة الجزائر مباراة قوية جدا انت عندك برضو للمرحلة اللي بعدية عندك المغرب ما شاء الله عمل اداء هايل النهاردة حتى اللعبة المغرب النهاردة نازلة حاسة بقيمة تيشيرت تاعة منتخب مصر مش وقدين ان المباراة مباراة والدي النهاردة منتخب الاردن انا واحد من الناس شفت بداية منتخب الاردن ضد السعودية لا الاداء باين عارف كاب شادي كسبوا السعودية واحد سفر اه يعني طبيعي تعاني تكلم ان انت السعودية هالي تكسب لأ النهاردة منتخب الاردن هو بيشارك لا عندهم الدافع ان هو يكسب انت منتخب مصر ما عندوش دي فانت انت ما تعد المرحلة اللي بعديها ربنا يصر بس على مطش الجزائر لانك انت بالمستوى ده هتظهر يعني بمستوى ممكن يبقى فيه مشكلة لمنتخب مصر لانه ده مش مستوى منتخب مصر حقيقي بجد فانت حتى المرحلة اللي بعدها هتقابل منتخبات قوية دي حقيقة فلو ما استعدناش من دلوقتي لأ الموضوع هيبقى صعب وممكن في خلال فضل اسبوع لعشر تيام تلاقي منتخب مصر راجع فبعد كده في الوقت ده بصراحة لأ لازم فيه محاسبة للجهاز الفني بالكامل وحساب لكل اللعيبة اللي متواجدة لانك انت بتلعب باسم منتخب مصر يعني مثلا انت بتوديني في منطقة تانية خالص ممكن مدير الفني يمشي مين ممكن مدير الفني يمشي بس خلاني اتكلم انها تبقى صعبة بس الراجل ده لازم برضو يتحس يعني انا اسف يعني لازم يحس برضو انه ممكن ما يعودش لهو متطم انه قاعد موه ده كده انت مش هتشوف مش هتتقدم خطو هنفضل في المستوى ده وهتوصل ان انت تلعب في كاس امم افريقية ترجع ممكن نرجع بفضيح طب ما عندي سؤال بقى ليك اختن به الحلقة هو هو مستوى اللعابين اللي في المنتخب الوطني سواء محترفين والمنتخب كامل هو ده افضل مردود فيهم هو ده يعني المردود الفني بتاعه ما عندهمش اكتر من كده يقدموا بص يعني انا بص خليل اتكلم ان الاسماء اللي موجودة لعيب خمك ويس بس هو عيب مدرب عيب مدرب ان هو اللي يقدر يطلع الامكانيات اللعبة لان هو بيختار برضو مع احترامي عارف تحس ان ان انتخب مصر حق لتجارب بنجرب فده مش صح وده امكان انا الكلام ده انا قلته دايما بحب عيد عليه لازم يبقى عندك قوام اساسي 30 او 35 لعب هم دول الاساسيين مش كل شوية تدخل واحد جديد لعب ماتش حلو فتجيبه منتخب مصر دلوقتي ان ان انت توصل لمرحلة انتخب مصر بقى اي حد يخشه ده مش صح عشان كده دايما بقول لازم قوام اساسي لمنتخب مصر 35 لعب وده على مدار تاريخنا والتاريخ حتى اللي قابلينا معروف ان فيه 35 لعب دول هم الاساس بتاع منتخب مصر يخرج حد للاصابة بيدخل حد جديد خلاص انا بعمل حساباتي عارف ان شاد النارد انا قدر اتعور مثلا مش موجود عنده انزارين عارف ان ابراهيم هيجي سد مكانه دلوقتي تقريبا القوام الاساسي وصل لمية طب انت هتعرف تعمل قوام الاساسي انت كل مرة بتدخل هل دلوقتي معلش اللعبة الجديدة اللي انت اخترتها في خمس ثلاثة اربعة خمس مباراة هو خلاص كده بقى لعب دولي لأ طبا ده اقل حاجة عشان توصل لمرحلة ان انت تبقى لعب دولي ويتقال عليك لعب دولي 25 مباراة لكن تفاكر الكابتن حسن اتش حدو الكابتن جولي كان بعملو كم مباراة دية مع كم مباراة دولية عشان انت خلاص تبقى خدت الصفة الدولية اما ان انت هتلقى تاخد لعب لعب 23 يبقى كده هو خلاص دولي لا كده يبقى ربنا يسترع منتخب مصر بصراحة توقع ايه مباراة السودان من وجه تنزل هتبقى مباراة صعبة لان برضو خد بالك على مدار تاريخ مصر مع منتخب السودان منتخب السودان بينزل بيتعامل مع المباراة بالجدية وكوة اكتر من اي مباراة تاني النتيجة كم كان بس مش هتبقى يعني مش تخرج ببرة ايطار مسلا واحد سفر اتنين سفر انا بقول زيك برطا كابتن ابراهيم سعيد الوقت بيجري معك دايما